السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في الموجهز الرياضي نظمت المؤسسة العامة للشباب والرياضة بالشراكة مع لاجنة الإعلام الرياضي بجمعية الصحفيين البحرينية حفلها الخاص تحت مسمى قدوع العيد مساء أمس بفندق السوفيتيل بمنطقة الزلاق حيث شهدت الاحتفالية حضورا متميزا بين ممثلي الأندية المحلية والمراكز الشبابية ورجال ومنتسبي الإعلام الرياضي واللعبين القدامة وكان الهدف الرئيس من الاحتفالية والتسجيع على التواصل والالتقاء في أجواء الألفة والترابط بين مختلف الرياضيين ورجال الإعلام ومنتسبيه وأجواء أخوية بعيدة عن جوانب العمل الشاق أقامت اللجنة الأولمبية البحرينية احتفالية بمناسبة عيد الفطر السعيد وذلك واصط حضور نخبة من الإعلاميين الرياضين حيث استعرض الأمين العام لللجنة الأولمبية البحرينية السيد عبد الرحمن صادق عسكر خلال الحفل الإنجازات التي حققتها الاتحادات الرياضية والدوائر المختلفة باللجنة الأولمبية خلال النصف الأول من العام الجاري 2015 كما تم تكريم الممثلي وسائل الإعلام الرياضي المحلي وذلك تقديرا للمبادرات التي أسهمت في نجاح عدد من الفعاليات التي نظمتها اللجنة خلال الفترة الماضية يواصل منتخبنا الوطني للشباب تدريباته اليومية بقيادة المدرب الوطني عبد العزيز عبدو على الملاعب الخارجية التابعة للاتحاد البحريني لكرة القدم وذلك استعدادا للبطولة الحديثة عشرة للمنتخبات الخليجية التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة وتنطلق في الثالث من سبتمبر القدم حيث وقع منتخبنا في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الإمارات والسعودية وسيفتتح مشواره بلقاء الإمارات يوم الخامس من شهر سبتمبر من واحد ستب تدين نعداء تقريبا نكمل الشهرين نهاية الشهر بنروح تركيا على معسكر بنلعب في ثلاث مباريات ودية وإن شاء الله بنرجع للبحرين سبوعين وبنلعب بطولة الخليج في الدوحة إن شاء الله ومن بعدها بشهر بتكون تصفات كاساسية اللي هي النهايات بتكون في البحرين 2016 اشتركوا في القناة